مرحبا بكم جميعا، سنعرض لكم في هذا المقطع أطفال مدللين حصلوا على هدايا لم تكن على الإطلاق كما أرادوا في هذا المقطع ستشاهدون ردود أفعال غير عادية منهم، فلم يتفاعلوا مع الهدايا من الأحباب والأقارب ستشاهدون أيضا فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات لم يعجبها الكثير من الهدايا ردوا فعل الطفل الذي حصل على بلاي ستيشن بالخطأ فتاة تشعر بالغضب بسبب اللون الخاطئ للسيارة كل هذا وأكثر ستجدونه في هذا المقطع تابعوا عشر، العديد من الهدايا غالبا ما يتم تقديم هدية واحدة فقط عند وجود عطلة ما لكن بعض الناس يفضلون تدليل أحبائهم بعدة مفاجآت في وقت واحد ويقدمون لهم حرفيا هدايا كثيرة إذا تم منحك العديد من الهدايا مرة واحدة في عطلة واحدة فبالتأكيد سوف ترضيك على الأقل واحدة منهم أليس كذلك؟ قد تكون سعيدا لكن هذه الفتاة لا يظهر هذا المقطع تدليلا صارخا لها ففي يوم الميلاد قدم الأباء لابنتهم البالغة من العمر ثلاث سنوات العديد من الهدايا في وقت واحد وعندما كان الوقت مناسبا قامت بفتحهم ونظرت إليهم ثم قالت إنها لا تحب أي تواحدة منهم بعد ذلك بدأت في الصراخ والبكاء ورمي ورق الهدايا في الكاميرا وتدحرجت على الأرض بشكل عام أظهرت لوالديها مدستيائها بأعلى درجة وبكل الطرق الممكنة علاوة على ذلك قالت إنها تريد المزيد من الهدايا تريد أكثر من ذلك بكثير لكن لماذا تحتاج طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كثيرا من الهدايا؟ آمل أن يتمكن الوالدان من إعادة تعليم ابنتهما مرة أخرى لكنها الآن أصبحت فتاة بالغة وتضحك على هذا المقطع عند مشاهدته تم تقديم العرض الذي طال انتظاره لجهاز بلاي ستيشن فايف هذا العام وقد تم طرحه للبيع بعد أربع سنوات من بدء مبيعات بلاي ستيشن فور برو كثير من الناس كانوا ينتظرون هذا البلاي ستيشن كثيرا هؤلاء بالطبع يشملون عددا كبيرا من الأطفال الذين نعرفهم ممن يحبون ألعاب الفيديو هذا الصبي مثلا أراد حقا أن يحصل على البلاي ستيشن فايف كهدية أعطاه شقيقه الإصدار الرابع في حقيقة الأمر قام بتخيير الرقم أربع على الصندوق إلى خمسة وأخبر شقيقه أن هناك بلاي ستيشن فايف بالداخل بالطبع أدرك الصبي على الفور أنه من المفترض أن يلعب به لكن بدلا من الضحك والفرح بالهدية بدأ في الخوف والفزع والصراخ ثم قام بإلقاء الصندوق الذي بداخله جهاز البلاي ستيشن على الأرض لكن الحسن الحظ لم ينكسر سرعان ما ساعده شقيقه في فتح الصندوق وأخرج منه بلاي ستيشن فور جديدا بالطبع هذا ليس أحدث بلاي ستيشن مثير لكن بالنسبة لي هذه هدية رائعة تستحق الامتنان حيث يمكن للعديد من الأطفال أن يحملوا بلاي ستيشن فور فقط لكن هذا الصبي السيء الخلق عندما حصل على بلاي ستيشن كهدية لم يفعل ذلك أظن أن الأخ الأكبر يجب أن يهتم بتربيات أخيه بالعناية أكبر به حتى لا تتكرر مثل تلك التصرفات مرة أخرى من الواضح أن الأباء الذين لا يلعبون ألعاب الفيديو لا يفهمون جيدا كثير منهم لديهم أطفال يحبون ويحلمون بالحصول على اللعبتين كهدية للعطلة القادمة في كثير من الأحيان يحاول الأباء إرضاء أطفالهم لكن دون الخوض في الاتجاه الرائج أو التريند يقومون بشراء ألعاب الفيديو بالخطأ بعض الأطفال يتفاعلون مع هذا بهدوء شديد ويشكرون الأب والأم والبعض الآخر يوجه نوبة غضب كما في هذه الحالة أعطت الأم لابنها كهدية لعيد الميلاد لعبة وي تو كي خمسة عشر هذه اللعبة الجيدة لم يعجب بها الصبي كثيرا وبدأ في الصراخ ثم قال إنه بحاجة إلى لعبة تو كي ستة عشر وليس خمسة عشر في هذا المقطع يمكنكم سماعوا أنه كان غضبا جدا لدرجة أنه كان يكسر الهدية أمام أمه بالمناسبة قالت الأم نفسها إن اللعبة تو كي ستة عشر لم تكن معروضة للبيع لذا أخذت لعبة قديمة لكن على أي حال أعتقد أنه كان ينبغي استقبال هذه الهدية بدفء وليس بالصراخ ابقوا معنا لتشاهد كيف تفاعل الصبي مع هدية غريبة جدا مع والديه على شكل فحم وكذلك رؤية فتاة مدلة أصيبت بالجنون بسبب اللون الخاطئ للسيارة والتشاهد الرجل المدلل الذي رفض هدية باهظة الثمن من الوالدين تخيل أنه في العام الجديد أي في الوقت المناسب لتلقي الهدايا يقول لك الوالدان إن هديةك موجودة في كيس بالقرب من شجرة عيد الميلاد ثم تذهب إلى هناك وتجد أن الهدية عبارة عن قطعة فحم أكثر شيوعا كيف ستكون ردة فعلك على مثل تلك الهدية ربما سيضحك أحدكم وسيخبر والديه أن المزحة كانت ناجحة وشخص ما سيكون مستاء جدا لكنني لا أعتقد أن أي شخص منكم سيفعل ما فعله هذا الصبي في عيد الميلاد حصل على فحم كهدي من الواضح أن الوالدين كان يمزحان مع الطفل في محاولة لالتقاط رد فعل مثير للاهتمام يبدو أنهما لم يتوقع أن الأمور ستخرج عن السيطرة هكذا لم يرهب الصبي في الاستماع إلى تفسيرات الوالدين وألقى الفحم وبدأ في إلقاء الألعاب عليها وفي النهاية أسقد شجرة عيد الميلاد المزخرفة على الأرض يا له من أمر مخزن جدا فالصبي لم يتصرف كأنه طفل مدلل بل كطفل شقي وسيء القلق لا يفهم المزاح أحد أفضل الهدايا لقضاء عطلة كبيرة هاتف جديد تماما يحلم الكثير من الأطفال بذلك بما في ذلك بطالتنا القادمة التي أعطاها الأباء هاتفا بمناسبة عيد مولدها في البداية لم تصدق الفتاة عينيها لكن بدأت تسأل والديها لماذا أعطياها هاتفا محمولا قديما من إصدار 2008 وطالبتهما بإعطائها هاتفا حقيقيا ثم بدأت بالبكاء وألقت نوبة غضب قال لها الولدان إلى الهاتف به شرائح S.I.M. وبطارية قوية لكن ليس هذا هو الأكثر أهمية من ناحية يمكن للفتاة حقا أن تفهم أن إعطاء هاتف يعمل بالضغط على الزر في عصرنا الحديث ليس جيدا إلى حد ما لكن من ناحية أخرى لا تبدو هدية سيئة أي أنها هدية جيدة هذا يعني على الأقل الاهتمام الذي تم توجيهه إليك وكذلك الأموال التي تم إنفاقها لكن هذه القصة انتهت بشكل جيد يبدو أن الولدين كان يمزحان مع ابنتهما ففي النهاية قدم لها هاتفا ذكيا جديدا لطيفا 6- آيفون وها هي بطلة أخرى تلقت هاتفا كهدية أو لم تتلقى في الفيديو نرى فتاة قدم إليها آيفون من الواضح أنها كانت تنتظر مثل هذه الهدية منذ فترة طويلة جدا لذا كانت تفتح الصندوق بفارغ الصبر لكنها عندما نظرت بالداخل لم تجد أي هاتف فقد تم إهداؤها صندوق آيفون فقط كانت الفتاة مستاءة جدا فقامت بإلقاء الصندوق جانبا وذهبت على الفور إلى غرفتها بالنسبة لي الوضع غامض هنا أنا على يقين من أن الولدين كان يمزحان مع ابنتهما لأنهما يريدان منحها جهاز آيفون حقيقيا أعتقد أن هذا منطقي تماما لأنه من سيعطي طفله صندوقا من جهاز آيفون فقط لذا لا ينبغي على الفتاة أن تنزعج وتذهب إلى غرفتها وبدلا من ذلك كان أجب عليها الضحك وانتظار الهدية الحقيقية لكن من ناحية أخرى قدم لها الوالدان مزحة صعبة جدا فمن الواضح أنهما أراد رؤية رد فعل ابنتهما فقط ولكن بالنسبة لي سيكون من الأفضل إذا أعطيها جهاز آيفون على الفور على أي حال هذا رد الفعل الحقيقي في مثل هذا الموقف إذا قام والد البطلة السابقة بإعطائها صندوقا فقط من آيفون فإن والدي هذه الفتاة قد أهدياها آيفون حقيقيا لكن في الحقيقة ليس الجهاز الأحداث أعطبها جهاز آيفون 3 عند اقتراب حلول عام 2014 فبالتأكيد في مثل ذلك الوقت كان الهاتف قديما بالفعل وكانت الفتاة تريد إصدارا أحداث أعتقد أنه حتى لو لم يكن آيفون حديثا فبالطبع هو هدية جيدة على الأقل هذا ليس هاتفا يعمل بطاطة زر فهو يتمتع بوظائف جيدة يمكنك من خلالها الاستمتاع كثيرا لكن هذه الفتاة إما كانت لديها توقعات عالية أو أنها كانت مدللة على أي حال بدأت في الصراخ واتهمت والديها بإعطائها جهاز آيفون خطأ والذي لم تردها حتى إن كلام والدتها بأنها وقفت في طابور طويل قبل أن تتمكن من شراء الهدية لم يهدئها أتساءل ما الذي شعر به الوالدان عندما استمع إلى هذا الفزع ثمانية ديسبلي حسنا لا يزال بإمكاننا فهم الأطفال الصغار الذين خافون ولا يفهمون مثل هذه المقالب من الواضح أنهم لم يتمتعوا بتلك الأخلاق الصحيحة والسلوك الثقافي لكن ماذا عن الأطفال الأكبر سنا كالمراهقين مثلا الذين يجب أن يكونوا مدركين بالفعل لأفعالهم اتضح أنه يوجد أيضا من بينهم أناس وقحون مدللون تتجاوز نزواتهم أحيانا كل الحدود ومثال رائع لذلك هذا الشاب في عيد الميلاد قدم له والده ثاندر بولت ديسبلي من أبل كان ديسبلي في ذلك الوقت باهث الثمن وحتى الآن لا يستطيع جميع الأشخاص تحمل تكلفته نظرا لارتفاع تكلفة الهدية وجودة الديسبلي كان يجب على هذا الشاب على الأقل أن يشكر والديه واحتضنهما قدر الإمكان ويكون على الفور بتشغيله في أسرع وقت ممكن لاختبار الشاشة الجديدة لكن بدلا من ذلك قال إن الهدية سيئة وأن أعطاء مثل هذه الشاشة كان أمرا غبيا وأشياء من هذا القبيل علاوة على ذلك لم يقول شكرا للولدين الذين أنفقوا مبلغا كبيرا من المال وغادروا غرفة للتو أتساءل شخص لم يعجبه هذه الهدية فما الذي سيسعده إذن؟ هل سيارة رياضية؟ أم طائرة الخاصة؟ 9- لون خاطئ هاتف آيفون 3 الذي تحدثنا عنه في وقت سابق بقليل هدية جيدة لعام 2014 ولكنه في الحقيقة ليس الأفضل من الواضح أن تلك الفتاة أرادت شيئا جديدا لكن إلى حد ما كان من الممكن حتى فهمها لكن هل من الممكن أن نفهم الأطفال المدللين من العائلات الثرية الذين لا يحبون حتى الهدايا باهظة الثمن؟ في هذا المقطع نرى فتاة مراهقة ذات أعين مغلقة تتم مساعدتها على النزول السلم تنتظرها مفاجأة وهي سيارة جديدة مثل هذه الهدية يحلم بها الكثير من البالغين فماذا يمكننا أن نقول عن المراهقين؟ هذه الفتاة كان يجب أن تشعر بالفرح والسعادة عندما فتحت عينيها لكن لا عندما فتحت عينيها قالت لا يمكن أن يكون كان الولدان على أمل أن تعجبها الهدية لكن ابنتهما بدأت في نوبة الغضب لأنها لا تحب لون السيارة وقالت يا أبي هذا ليس اللون الذي أريده يا أبي هذا أحمر وأنا أريدها زرقاء كان كل من الأبي والأخي الذين كان يصوراني كل ما يحدث يحاولاني تهدئة الفتاة لكن يبدو أنها لا تسمعهما ولا تزال غاضبة إنه لا سلوك فضيع حقا وسوف يحسد والدها الذي تفرغ لإرضاء ابنته الحبيبة وفي المقابل تلقى لاتهامات والشتائم فقط لا أفهم ما الذي يمنعها من إعادة طلاء السيارة باللون الذي تريده بما أنها لم تحبه كثيرا حسنا أكتبوا في التعليقات أسفل الفيديو كيف ستكون ردته فعلكم إذا تم إعطاؤكم سيارة من اللون الذي لا تريدون إذا أعجبكم هذا المقطع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بقناتنا لمتابعة المزيد من المقاطع شكرا للمشاهدة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة